اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الحرص المتبادل بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة على تعزيز العلاقات الثنائية دفع بالتعاون بين البلدين نحو آفاق أكثر رحابة ولفت سموه إلى همية مواصلة البناء على ما تم في مسارات التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهم الصديقين ويحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الإقضابية اليوم اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمنى وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين حيث رحب سموه بزيارة اللورد نيكولاس ليونز والوفد المرافق والتي تأتي في إطار الحرص المتبادل على تقوية الشراكات القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وبما يسهم في فتح مسارات أرحب القطاعات ذات الأولوية للتعاون الثنائي وفي مقدمتها ما يتصل بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية وأكد سموه على الدور المهم للقطاع الخاص في رفض أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي بين البلدين الصديقين وأهمية الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار وتعزيزها دعما للعلاقات الراسخة بين البلدين مشيرا سموه إلى الحرص على مواصلة تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم في فتح مسارات أرحب في القطاعات الحيوية ويصب في تعزيز أفاق التعاون الثنائي التي تدعمها علاقات تاريخية متجذرة واتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات الإقليمية والدولية هذا وقد أقام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدوبة غداء تكريما لعمدة الحي المالي بمدينة لندن والوفد المرافق ترجمة نانسي قنقر